تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس مطيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعبات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيد المسيح الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ أهلا بكم في موضوع جديد بعنوان الاتباع والصليب في إنجين متع صح 16 رب يسوع بيقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أرشاليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره بطرس بينتهر يسوع قائلا حشك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت يسوع وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للنس حينها إذن قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه مهمة أو الجملة دي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله بدأ يسوع من هذا اليوم يوضح لتلاميذه أن الدعوة المقدمة لاتباعه تتصل بضرورة معرفتهم عن آلامه وموته إن يسوع ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الأمة ومن الشعب وكلمة ينبغي يعني محتوم أو لازم أن يموت ويوجد فرق بين الألم والرفض فلو كان يسوع قد تألم فقط كان يمكن أن يقبل ويرحب به كلمسية والعالم يتعاطف معه وينظر لألامه كمأساة لها قيمة لكن رفضه أزال من ألامه هالة المقد التي تحيط به كان ينبغي أن تكون لألامه بدون شرف ولا كرامة أهين وضرب وبسق عليه ففي الألم والرفض يتلخص كل صليب المسيح الموت على الصليب معنى الموت محتقرا ومرزولا من الناس الصليب عار وقد وضع الألم والرفض على يسوع كضرورة حتمية إلهية وكل محاولة لمنعها هي عمل شيطاني زي ما قال لبطرس اذهب عني يا شيطان وبطرس رغم أنه زعيم للكنيسة أو زعيم للتلاميذ هو الذي ارتكب هذه الغلطة وهذا يبين لنا أن فكرة المسية المتألم كانت فكرة مرزولة عند الكنيسة في البداية فليس هذا هو الرب الذي نريده وهي ككنيسة المسيح لا تحب أن يفرض عليها قانون الألم من سيدها إن احتجاج بطرس يبين عدم رغبته الشخصية في أن يتألم وهذا يبين أن الشيطان قد دخل الكنيسة وهو يحاول أن يبعدها عن صليب المسيح عن الألم لهذا أراد المسيح أن يوضح بكل جلاء بأن ينبغي المحتمة للألم تنطبق على تلاميذه كما تنطبق عليه تماما وكما أن المسيح هو المسيح بفضل آلامه ورفضه هكذا التلميذ تلميذ المسيح هو التلميذ فقط على قدر مشاركته لربه في الألم والرفض والصليب إن الاتباع أو التلمزة معناها الالتصاق بشخص يسوع وهذا يعني الخضوع لصليب يسوع من المدهش أن يسوع لما أعلن لتلميذه هذا الحق ترك لهم منتهى الحرية في أن يقبلوه أو يرفضوه فيقول إن أراد أحد إن أراد أحد أن يأتي ورائه فهو لا يرغم أحد أن يأتي إليه حتى ولو كان من تلميذه ويطرق كل شيء للتلميذ حتى يقرر التلميذ بنفسه يقول يسوع إن أراد أحد أن يأتي ورائه فلينكر نفسه يجب أن ينكر التلميذ نفسه ويقول عن نفسه ما قاله بطرس عن يسوع لست أعرف هذا الرجل نتكلم عن نفسه إن إنكار النفس ليس منفصلاً عن الصليب والأمانة كما هو مكتوب إنكار النفس معناه معرفة المسيح فقط والكاف عن معرفة أنفسنا يا رب سمحني لأن أنا محتاج أتعلم هذا الدرس إنكار النفس درس مهم جداً يعني فقط أن أنا أركز على شخص المسيح أعرف المسيح وأكف عن معرفة نفسي معرفة أنفسي دي المشكلة الكبيرة في الكنايس النهاردة نحن بنركز على أنفسنا مش بنركز على المسيح يعني رؤية المسيح فقط وليس رؤية الطريق التي هي صعبة جداً علينا كل ما يمكن أن نقوله عن إنكار النفس هو أن يسوع يقود الطريق يقود هذا الطريق فداوم بالقرب منه وهو يحمل صليبه لقد مهد يسوع الطريق لهذه العبارة بإشارته أولاً إلى إنكار النفس فأننا لا نكون مستعدين لحمل الصليب لأجل يسوع إلا عندما ننسى أنفسنا نسياناً تاماً إنسى نفسك نسيان كام ما فكرتش في نفسك ما تركزش على نفسك إنكار النفس هو أول خطوة للاتباع المسيح إن حمل الصليب ليس مأساة إنه الألم الذي هو صمرة الالتصاق التام بيسوع إنه ليس الألم الطبيعي الملازم للحياة والأمراض والأتعاب لكن الألم الذي يعتبر جزءاً من التباعية من الحياة المساحية إنه ألم ورفض رفض لأجل المسيح ناس كتير هترفضك من أجل المسيح إن هذه الفكرة الرفض والصليب لم تعد مفهومة عند كثيرين من المؤمنين فإن الاحتقار والرزل أول خطوة نحو الصليب وكل واحد من التلاميذ عليه أن يحمل نصيبه من الألم والرفض لكن لكل واحد نصيب يختلف عن الآخر مش كل تلاميذ زي بعض فالبعض يعتبره الله قادراً على تحمل صورة من صور الألم الصعبة فيمنحهم نعمة الاستشهاد يعني الاستشهاد مش لكل الناس لكن على الألف يكون مستعد لحمر الصليب حمر الصليب هو الاستعداد الدائم للاستشهاد من أجل المسيح بينما غيرهم من التلاميذ لا يسمح لهم أن يجربوا فوق ما يستطيعون إن الصليب يوضع على المؤمن إنه يبدأ بالدعوة لترك الاتصال بالعالم إنه موت الإنسان العطيق الداخلي نتيجة للاتصال بالمسيح نسلم أنفسنا له ونتحد بموته أي نسلم أنفسنا للموت لأن الاتباع اتباع المسيح يكلف موت الإرادة إذ لا يقدر على الاتباع إلا ذلك الرجل الذي مات لإرادته وفي الحقيقة كل وصية من يسوع هي دعوة للموت عن كل رغباتنا وشهواتنا لكننا لا نريد أن نموت لكن دعوة يسوع هي موت وحياة كما تقول الآية الجميلة في رسالة رميا صح 6 وعدد 4 وخمسة فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة لأنه إن كنا صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته ويأتي السؤال كيف نحمل يسوع أو صليب يسوع في حياتنا بطريقة عملية تابعونا بعد الفصل تابعونا بعد الفصل إن أراد أحد بكامل حريته أن يكون تلميزا للمسيح يسوع عايز كل المؤمنين يبقوا تلاميذ إيه الشرط اللي هو يعيش به حاجتين إنكر نفسك وإحمل صليبك كل واحد يحمل صليبه والاستعداد الموت من أجل المسيح إنكر النفس يعني فقط التركيز على معرفة المسيح والكف عن معرفة أنفسنا يسوع هو مركز حياتي وأنا أتبعه لأعمل مشيئته وهذا معناه أن أسلم حياتي لحرب يومية طاحنة ضد الخطيئة وضد الشيطان وضد العالم ونتألم كل يوم بألام جديدة لأجل يسوع هذه الألام هي علامات حية على مشاركتنا في صليب يسوع وعلى المؤمن التلميذ للمسيح أن يحتمل التجربة ويجب أن يتعلم أن ألام يسوع تقويه حتى يغلب خطاياه وخطايا الآخرين بمسامحتهم وبذلك يصبح حامل أسقال الآخرين لما نقرأ مثلاً في رسالة غلاطيا صح 6 وعدد 2 على الشاشة احملوا بعضكم أسقال بعض وهكذا تمموا نموس المسيح كما حمل يسوع أسقالنا علينا نحن أن نحمل أسقال الآخرين نتعلم كل يوم أن نحمل أسقال الآخرين نحمل أسقال بعضنا البعض أن نموس المسيح الذي علينا أن نتممه هو حمل الصليب وحمل أخي الذي علينا أن نحمله ونحتمله وحمل خطاياه بمسامحته فالتلمزة الحقيقية معناها الولاء لألام المسيح الذي حمل ألامنا في متى 26 يقول الكتاب ثم تقدم قليلاً وخرى على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلميذ فوجدهم نياماً وقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تصهروا معي ساعة واحدة صلى يسوع طالباً من الآب أن تعبر عنه كأس الألم والصليب ويسمع الآب الصلاة أن كأس الألم تعبر بطريقة واحدة وهي شربها هذا هو اليقين الذي حصل عليه يسوع وهو راكع على رجبتيه في بستان جسيمان يصلي هذا هو الطريق الوحيد للنصرة كما ترون على الشاشة كان بعرق مع دم لأنه في صراع موضوع في منطقة الصعوبة أن الألم في أعمق معانيه هو أن يكون الإنسان مفصولاً عن الله فالذين يعيشون في شركة معه لا يمكن أن يتألموا حقاً بسبب اتحدهم بالمسيح لهذا أخذ يسوع على عاطقه آلام كل العالم وأثبت نصرته على الألم لقد احتمل كل ثق انفصال الإنسان عن الله وفي شربه كأس الألم عبرت الكأس عنه أن يسوع بحمل ألام العالم في نفسه قد انتصر على الألم عن طريق الألم وجعل الألم طريق الشركة مع الله لذلك نرى يسوع يتألم نيابياً كفارياً عن العالم كله وألامه هي الألام الوحيدة التي لها قيمة كفارية تكفي لكل العالم والكنيسة تعلم أن العالم اليوم لا يزال يبحث عن من يحمي الآلام وهذا إذ تتبع المسيح يصبح الألم من نصيبها أيضاً لقد حمل ابن الله الصليب وحمل خطيانا وبذلك كفر عنه وأتباع أتباع المسيح مدعوون أن يحملوا كما حمل هو وإذ لم نحمل هذا الحمل نجد أن علينا أن نحمل حملاً أسقل وهو نير أنفسنا لكن يسوع يدعو كل المتعبين والسقيلي الأحمال أن يطرحوا نيرهم السقيل ويحملوا نيره عليهم لأن نيره هي وحمله خفيف لأنه يحمله معنا ونير المسيح وحمله هما الصليب وكأن المسيح يقول أن الاتباع ليس قاصراً على ما تفهمه فأنه يفوق فهم الإنسان وإدراكه اغتص في المياه العميقة التي تفوق فهمك ودعني أساعدك يقول يسوع حتى تفهمه كما أفهمه أن الحيرة هي الإدراك الحقيقي فإن كنت لا تعرف أين تذهب فهذه هي المعرفة الصحيحة لأن فهمي يفوق فهمك يسوع فهمه يفوق فهمي ويفوق فهمك لقد ترك أبونا إبراهيم أباه وعائلته وخرج من أرضه وهو لا يعلم إلى أين يمضي لكنه وثق في معرفته ولم يبالي بمعرفته هو وثق في معرفة المسيح وبذلك سلك الطريق الصواب ووصل إلى نهاية صفرته هذه هي الطريق لذلك دعني أقودك فيها كما لو كنت أعمى سأرشدك بنفسي وبكلمتي وبروحي وأعلمك الطريق التي تسلكها قد نقرأ مظمور 32 8 يقول كده الله يعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك هذا هو الطريق الذي يجب أن تسلكه أني أدعوك لهذا الطريق وفي هذا الطريق يجب أن تكون تلميذي وسيأمسك بيدي وأقودك هذه هي الدعوة الحقيقية لاتباع المسيح واتباع صليب المسيح يسوع أعلن لتلميذه إن أراد أحد أن يدعني إن أراد أحد أن يكون تلميذي عليه أن ينكر نفسه وأن يحمل صليبه كل يوم ويدبعني إنكار النفس إنكار الزات أكبر عقبة في طريق التلمزة أصعب أمر في حياة الإنسان أن ينسى نفسه وأن يخرج من ذاته وأن يركز على شخص المسيح وأن يترك كل أموره ليفهم شخص يسوع المسيح إنها دعوة حقيقية لتلمزة حقيقية تبدأ بأنك أنت تخرج عن ذاتك تخرج عن نفسك تخرج عن اهتماماتك تخرج عن احتياجاتك تخرج عن تركيزك في نفسك وتتبع يسوع دعوة صادقة يصنع منك تلميذ حقيقي ليسوع هل تقبل اليوم هذه الدعوة لتبدأ رحلة التلمزة حقيقية يسوع يدعو كل مشاهد أن يدبعه ليقودوا في طريق التلمزة ليكون تلميذا حقيقيا ليسوع امتياز كبير امتياز عظيم امتياز راقب ومهم أن تصير تلميذ للمسيح لكن طريق التلمزة يبدأ بإنكار الزات وحمل الصليب ربنا يساعد كل مشاهد أنه يأخذ هذا القرار الهام أن ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبع يسوع ربنا يصنع من كل المشاهدين تلميذ حقيقيين ليسوع المسيح الرب معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس مطيع خادم أتعلم الحب دستور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ المتوضع 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 المتوضع